شكراً سيد رئيس، سيدات وستادة النواب محترمين، شكراً على التفاعل ديالكم مناسبة مع نطولش باش نجيب بعض الإجابات على التدخول ديالكم لابدأ أنه فقط أنا كنتعجب أنه بليك يكون شي مناضي لداخل شي حزب وكيتكلم في واحد اللقاءات اللي هي سياسية أنه الجواب خسي جي رئيس الحزب ويدخل وصل برنامان ويدير كونفيرنس دو بخي ويأتي السيدة النائبة وتجاوبوا هنا يعني لا بشوية، هذا واحد سيد يتكلم وقال لشك يضن والأخوة قال لشك يقلل هذا مع احترام الأحزاب السياسية والاحترام المنافسة ما كنته إشكالي هذا في إطار الديمقراطية السياسية كذلك المغربة ما كنش تحوش المغربة مؤثرين والحكومة تشتغل تحت القيادة ديالصاحب جلالة اللينسو اللي هو هذا يعني المسؤولية الأولى دياله ونرى منه نرى دي الخوج مع الباب وغادي العمن الاجتماع على القدس دوك ما يعني هرب باش نكون واضحين هاتش ماشي باش نقوله دروس ولا ماشي دروس هاته الإجابة على الأسئلة ديالكم إخوان كنت تكلموا على التخاكتفيتة ديالاستثمار ممكن لي نقول لكم بأنه إذا أخذته عام ديال النوفل شرط ديال هذا الشرط جديد ديالاستثمار عام المعدلات ديالاستثمارات اللي كانوا فيها وديال لازونобلوا هما تقريبا خمسة إلى قرمناهم مع خمس سنوات الماضية الي كانت ديالاستثمارات في الإطار للإجناء ديالاستثمارات القديمة لما كانت فيه لاشرط المعدلات هي خمسات أخترت المنطقة للإمكانية وهي سبعة تخترت المنطقة للإمكانية فهي لا يمكن أن أقول أنه لا يمكن أن أقول أنه الأسبوع الذي فاته 22 مليار ديال الدهم أو 21 مليار ديال الدهم ديال الستثمار وهو 21 مليار ديال الدهم بالمناسبة قريباً 40% هذا الاجتماع بوحده 50% 555 مليار ديال 250 مليار 550 مليار وبمناسبة نضع على 550 مليار ديال الدهم ديال الدهم فيها هذه الستثمارات التي نقوم بها فيها واحد العدد السنوات فيها الاتفاق مع الأبنك ومع الاسيوجيام ومتافقنا معهم وموجودة مطبوعة قد تصلنا الوقت للتوقيع من ديالها إن شاء الله نحن نشتغله وفيها الأبنك على العاتق ديالها بليكون واحد الاستثمار الذي يستثمه في كوميسيون بأنك تعطيه يعني مدم أنه تقبل تعطيه التمويل مسبق لأنه لا نستطيع أن نعطيه التمويل حتى كي سلي الاستثمارات فهذا كله يعني هو مطبق ونحن نسيه إلى الأمام حكومة عندها شجاعة أنا كان يمكن لي أقول لكم هذه الإشكالية ديال الاستثمار ما نجوش نتكلم عنها لأنه باقي الله بدين الوقت ونحن الحمد لله عد سلينا في يعني في الأماموندا وقدمنا لكم البرامج الاجتماعية الكبرى لمسات الكبير وصغير لمسات الملايين ديال العائلات وديال الأصول لحسنة الدخل ديالهم وهذا الشرا كان فيه نقاش كبير لا داخل الحكومة ولا خارج داخل البرلمان ولا خارج البرلمان وبالمناسبة بالمناسبة سمحوا لي تلفزيون مفتح للجميع أخوة ديال أنشيطة ديالك ودير الحيوية ديالك ودير النشط ديالك الحزب سيأتي عندك تلفزيون السيد اللي اخذ الكلمة أنا عدشت هذه واحد جوج الأسابيع في تازاز سيلشغر واخذ الكلمة ويتكلم ودرج الاجتماع ووجات عنده التلفزيون وفرحت نشوف السيلشغر بأنه يشتغل الاشتغال الذي يشتغل الخدمة تلفزيون سيتمشي عنده لم ينكشت من عنات اللقطة لم يكن تكلموا حكومة لم يكن تكلموا ولم يكن تأخذ الكلمة ولم يكن تتواصلوا مع المواطنين ولم يكن تأخذ المبادرة ونمشي الأحياء يقول لك عليك هل زيت التنويلة ديالك سيتمشي الأحياء وغادي تمشي الوجدة وتمشي الأحياء وبصراحة احنا ما كيهمناش أشكا تقول أنتم ما المواطنين لأن المواطنين هم اللي جابونا هم اللي جابونا المواطنة ألا لا هو اللي جابونا لهذه المسؤولية و احنا خسنا خسنا نمشيوا عندهم وخسنا نمشيوا عندهم خسنا نمشيوا عندهم السيداء السيداء ولكن هناك شخص الذي سوف يمنع هذه الحكومة أن تتواصل مع المواطنين ماذا يكونوا واقعين وما زال ما يكملناه وما زال سوف يتواصلون مع المواطنين ونصحوا له دعونا وشوية وسمعتكم إياك من الصباح أنتم أخدامين كترة دعونا شوية دوق 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 إذا هذه الحكومات التي اتيت واحد دفيا وهي واحدة دفيا يعني لما سهلش إعنى نعرفين بأننا جينا من بعد الكوفيد لقنا الاقتصاد على الأرض لقنا واحد العدد يعني الناس رحات العمال ديالها لقنا الناس خدات مديونية كبيرة باش تقدر تخدم ودات لها يعني الانعاش باش يمكن لها تخدم وجينا في واحد ضرفية وربي كبير تلت سنين ديال الجفاف تلت سنين ديال الجفاف و السنوات ديال الجفاف اللي كانوا قبل وهذا تراكم هذا خلا أنه إذا بغيتين نشي معك البارج ديال ديال المسيرة وغادي تشوفوا بأنه ناشف ما عنده شيء ونشيوا البارجات خلين وتشوفوا المستوى دياله ماذا واقع هذا واقع والآن تربطوا هذا الشيء بأنه المناصب ديال الشرب اللي مشات في الفلاحة في أعلن هي مرتبطة هي مناصب اللي مرتبطة كل عام كنتمشي لنا مئتين ألف منصب شغل لتلت سنين ديال الجفاف وغسنا نعرف بأنه هذه حقيقة لأن هذا هذي كلا كوبراتيف اللي عندها اللوزين الليمون اللي كي يدير تلفيف وذلك كله اللوقت اللي كانت كتتخدمها 6 شعور في العام والليوم الليمون مكينش كتير وكتخدمها شهرين في العام ولا تلتشهر في العام هذا سيدو شماش بهذا كمولين الزيتون اللي يأتي وكي يقصون الزيتون وفرام اللي يأتي وكي يشتغلون و البروديكسي تحت بالنص ولا باللودو ومعندها ما تقصف بلأس ما تخدم يعني واحد لسيزون فيها 6 شهور كتخدموا شهرين هذو كلي كوبراتيف اللي كان عندهم زيدي الارغان وموجود بكترالي لأنه كلمة ما كين شي ما فقوش كي يخدموا وزيد عليه هذا هذا واقع هذا واقع دينا إما في المسائل الأخرى جاوبتكم بأنه لا في الصناعة ولا في السياحة ولا يعني في جميع يعني السكتور كلهم كان خلق كبير ديال فرص ديال الشغل وديال الشغل ولكن في الفلاحة كيل لدي استركسيو الغالب الله والسيد الذي قالت بأنه مكتب الدراسات يا ريت أنتم الذين تكلمون بقطاع الماء لقد لقيت مكتب الدراسات عملته لا نكون فجل الأزمة اليوم يا ريت أولا لم يكن كذبا نهارا الذي يجينا قلنا سنجيب جنج المشاريع فرص وأورش وقلنا مؤقتة لأنه لا يمكن أن نقوم كل سنة نعمل معهم هذا البرامج وكان يمكن لنا نوقف كل وقفنا فيه وكل وقلنا سنوصل 21,000 وكل 25,000 هيا وصلنا لها وقلنا سنأخذ الوقت لكي نخم ونقوم ونشاهد هذا البرامج وما يمكن أن نمش وما زال في المستقبل سننعمل أو ما وقف ناش يعني دانسلك هو تدريجي لأنه الهدف هو المغربة مش باش لقو فرص من هذا النوع الهدف هو أنه الفرص يعني ديال العمل وديال التشغيل تكون برمانونت فلهذا نحن في حاجة إلى اقتصاد وهو قوي والتركيفيتي كائنة والناس بلادنا بغير المغرب ونحن اللي نرى الأجانب والمستثمرين الأجانب كيف كيف لا ترى على المغرب اليوم لكي نستثمر ما غادش نعالجو الإشكالية ديال الشغل حنا غادين نعملون المجهود ديالنا وانا كون نقول لكم أنا عندي الشجاعة والحكومة عند الشجاعة أن نجيب هذا الملف اليوم وتقول هذا فيه إشكالية ما كان كتبوش على المغرب كان قولوا هذا فيه إشكالية ولكن هذا سنواجهه كما واجهنا هذك الإشكالية قلت الدعم الاجتماعي وهذا وهذا حلنا الآن سننمش نقول لكم لا يمكن أن نحل المشاكل في ثلاث سنين كل هذك لأن هذا تراكم 15 عام وهذا ما يهبط يعني الناس الذين طلبوا المشاكل بالنسبة للمشاكل الذين لا يهبط هذا ما نت أتكلم عنه وإشكال اليوم أتكلم عنه سنوات هذو كانوا 250 ألف ديال الطلبة اللي يخرج من المدارس وما يقرار وما يكمل وما يلقوا الشغل والتراكم بعد الملايين واللي هم اليوم خصنا لقوا لهم الحل للحكومة تحاول أنه أولا لا يبقوا يخرج من المدارس ثانيا الحكومة عملت المدرسة الفرصة الثانية ثالثا نشول ثالثا رابعا نحاول تكون إمكانية في التشغيل وهذا نشتغل عليه إذا نكونوا واقعين الحكومة تكون عندها إشكالية قدامها أو كبيرة 13% وكذا ديال الشماج لا يمكن أن نجزو من نخليها ثانيا ونحن نشتغل بها ولكن قراءات داخلية فيها الاقتصاد أنه الحمد لله في انتعاش وزيد القدام وهذا فيها إشكالية ديال الفلاحة لأنها لا يمكن شلم فيها إشكالية ديال الدعم الاجتماعي وهذا الشراش فينا مع المؤسسات الدولية هي الكمبورتومن لكين هذا يعني هذا الاتيوتو لكين ديال بعض الناس أنه يقولون بأنهم ماشي فالأكتيفيت لأن يأخذوا حقيقة هذا حقيقة لأنه يفضل يسكت ويقول أنا ما عندي خدمة ما عندي شاي ولكن هذا عادي 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 سيتصحح بعده بعد العام عام سيتصحح ونرى بأنه الاقتصاد سيزيد الأمام نحن مقاولة صغاء متوسطة سنجيب البنامو إن شاء الله قبل دخول البنامو ستكون اسمت ولكن عملنا مجهود أولا هذا القانون الذي جاء عندكم الآن ستدوز ومشكري ستحتل 50 مليون دهم تأتي الأرباط لتدرس دباط 250 مليون دهم ثانيا من هنا سنكمل هذا البرنامج سيكون البرنامج لأخو لتجيع المقاولات الصهرة سنحاول سنحاول كيف لقاء واحد التعم من هذا اللهم قل وهو إجمالي مقاولات التي ستعمل هذا بداية الاشتغال إن شاء الله التي سنصل فيه بالنتيجة أنا لا أقول بأنه يعني بعكس إذا جدنا عامين ديال ستشوف 200 كل عام تدخل الفلاحة دياله وتمشي ترجع البدية ستشتغل كل عام كل شيء بيد الله وإن شاء الله نتمنع الله يعني يكون الخير فقط نقول بأنه الاستثمارات 2023 هي هفتت في 53% ولكن لا فريق هفتت في 55% العالم هفتت كله بـ 12% هذه الاستثمارات ديال 2023 ما لهم كان خصوم يتخذون لهم الاستثمارات ديالهم في 2020 لأنه 2020 يالله كتوقع أولا 21 يالله كتوقع يالله سميته يالله لكي تدخله من السيستان لكي يبدأ ويشتغله في 2021 لم يكن شي شي حاجة كثيرة حنا في 23 يخدمنا بلاك شي لدينا اليوم في 24 في 24 الاستثمارات طلعت 24% في 14 اللولى 24% باش طلعت و70% دياله المستثمارين كلهم مغاربة وهذه الاستثمارات اللي اللي يأخذنا هذا الزنجاج لم يكن كوميسيو الخار وبعد كوميسيو اللي دازوا من القبل 90% والناس بدأوا يشتغلوا وبدأوا يبنيوا وبدأوا يخدموا هذا هذا هو الإمكان يوم لا ننسوا ما بيننا كل مدنة لا تكون تذكرة كما ننسوا ما عملنا في تيفيال لكي خلصنا الناس تيفيال تيفيال اللي هبطنا على المواطن وعلى الشركات من 12 إلى 12 و هيا في طريق تيفيال الالكتريسيتي لكي يكون لدينا جدا برخلينا في واحد الثامن عطينا بعض المليار خمسات المليار من قبل تبا أنتم ستجدوا ذلك النهار بعض المليار يدرهم كذلك لكي تتعطل الوين بوستو لها لأنه ليست التمال الحقيقي فهذه كلها يعني إمكانيات تزيد عليها يعني التحفيزات التي كينا 30% و كنت تكلم على أنه قبل 80% الاستثمارات كانت تمشي لكلتات الجهات اليوم الأغلب الاستثمارات تمشي للجهات 12 وكانت تقريبا 48% إقليم لديه هذه الإمكانيات لا نرى كم ولكن على الأقل كان هناك جدا بأن الاستثمارات واللوك يوصل للنصف العقالي من المملكة المغربية وهذا شيء جدا إيجابي على أي نحن عافين أهمية هذه دروش عافين أهمية الإشكالية لديه لنبلوها لدينا الشجاعة لكي نتكلم عليها لأنه خديت على رسي أن نأخذ المسؤولية وهي ليست مسؤولية هي المسؤولية أنه جبنى مشاكل من 2020 جبنى مشاكل الأزابات لمركبة للكرين والأتمين والهدى والهدى وجبنى المشاكل المننى يعني هذا القضاء الجفاف لثلاث سنين لجفاف حاد جفاف حاد اللي كيمس البايم ويمس الغنم ويمس هذا ولكو تمار البرامج اللي التعملات من القبل والاستثمارات اللي التعملات قبل والشجاعة ديال الفلاحة الشجاعة ديال الفلاحة في الاستثمار ديالهم لأنه رجال عملو وخدمو هي اللي خلت هي اللي خلت أنه الحمد لله المغربة اليوم عندهم ما يأكلوا ولقوا كذلك الخضراء واللحام يمكن شيء حاجة تكون مشيف التمن ديالها ولكن الانتاج رغم أنه يحفر وما يلقى الماء يمشي للبرج وما يلقى الماء وما يتحش الماء من الفق وقلوا باز على هذا الذي يشتغل لهذا حتى لو بغيتوا تضربوا في الفلاحة ولا تضربوا في المخططات يعني خموا شوية هذه المساكن المغربة التي تعملوا في هذه الاستثمار وعفتهم بأن أنتم التي تضربوا لم يصوتوا عليكم اختلفات واشكول شكرا رفعاتي الجلسة ترجمة نانسي قنقر